شهد عام 2016 تطورات كبيرة في ملف الاضطهاد الذي تتعرض له الأقلية المسلمة في ظل توقعات بانفراج هذه الأزمة المستمرة منذ أعوام أولى هذه الانفراجات كانت مع انطلاقة عام 2017 بعد إطلاق المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار حامد البار وصف السنة الدولية للتضامن مع الروهينجيا حيث أتى الغرض من هذا الإعلان لزيادة الوعي الإقليمي بالحاجة إلى وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان والتمييز والعنف ضد الروهينجيا والحقيقة أن تحرك المياه الراكدة في قضية مأساة ومعاناة مسلمين الروهينجيا في ولاية أركان في ميانمار التي حصلت أواخر العام الماضي وبداية هذا العام قد يكون وراء تفاؤل البعض في أن يكون هذا العام مختلفا عن بقية الأعوام السابقة حيث ازدادت وطيرة المعاناة منذ عام 2012 وحتى الآن وعلى الرغم من الاضطهاد الحكومي البوذي الممنهج منذ عقود لكن موجة جديدة من العنف البوذي ضد الأقلية المسلمة هناك قد اشتدت واستعارت منذ التاسع من تشرين الأول الماضي وذلك بعد أن تعرضت الحدود بين ميانمار وبينجلاديش لهجوم ما أدى إلى مقتل تسعة من رجال الأمن البورمي والذي اتخذته الحكومة البوذية ذريعة لشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا من جهة أخرى دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبيل للسلام الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينجيا المسلمة في بورما منتقدين عدم تحرك رئيسة الحكومة أونغ سان سوتي ورأوا أن ما يحدثه مأساة إنسانية ترقى إلى دراجة التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية ورغم كل ما سبق استمرت الحكومة البورمية في سياستها الإجرامية ضد مسلمين الروهينجيا وهو ما دفع الآلاف منهم للفرار إلى بينجلاديش المجاورة التي لا يبدو أن حكومتها ترحب بهم آخر التحركات الدولية فيما يخص قضية الروهينجيا هي تلك التي بدأت مع وصول مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يانجهيلي إلى ميانمار في زيارة تستمر 12 يوما للتحقيق في تصاعد العنف بالبلاد بما في ذلك القمع العسكري للمسلمين هناك